اشتركوا في القناة 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 هذا جديد خمسة في كوسين السبعة وثلاثين كوسين ناطينا السبعة وثلاثين أو بوينت ثمانية وسين السبعة وثلاثين أو بوينت ستة في أو بوينت ستة شوفوا إحنانا شو نعدي إحنانا عدي فشر الله ثانية لازم ننتبه على إشارات قيم السان والكوسين ونخليها بالتعويض شوفوا يعني إحنا مو نعاوض قيمة السان والكوسين الكوسين بياربوح لدينا نشتغل رابع بالربع الرابع الكوسين شبيه؟ الكوسين موجب والسان شبيه؟ السان سالب فهي الإشارات لازم ننتبه عليها إحنا إحنا ما حاسم بها بديتش الأمثلة ليش؟ لأن الأمثلة كل اللي أخذناها بالربع الأول بالربع الأول كلهم شبيهم؟ موجب كل موجب بربع الأول فمحسينا على الإشارات ما صار اختلاف بالحل فلذلك هنا لازم إذا مو بر إذا مو بثاني 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 برابع لازم لا تراعون شغلتين الشغلة الأولى لازم تراعي شنية؟ الزاوية الشغلة الثانية لازم تراعي إشارة السان والكوسين نتعود في طيامهم فيا الله تعال خلينا نطلع الناتج 5 في 8 عفو البوينت 5 في 8 40 أخلي أحسب 1 و أخلي بوينت و يساوي أربعة يونت زيب هلانا السالب لا تنسى 5 في 6 30 شكام رقم وراء البوينت واحد أحسب يمنا دائما واحد و حط بوينت يعني سالب تلافة يونت إذن نرتبها الإحداثيات هي X و Y شقد الأكس أربعة شقد ال Y سالب تلافة خلاص انتهى السؤال ما لدي نحن طبعا هذه محاضرة ندل أخذ موضوع اسمه الكميات القياسية و الكميات المتجهة تمام فإحنا الموضوع لليوم الأساسي هو الكميات القياسية و المتجهة ولكن هذا السؤال اللي صار عليه عوات الله بسئله و عليه فلذلك نحن الليلاء لكم على مو تكونون على بينا تمام وتعرفون كيف ينحن يلا طلابنا نبلش محاضرتنا يعني محاضرتنا الأساسية اللي هي كميات القياسية و الكميات المتجهة شنو الكميات القياسية و شنو المتجهة بعض كميات القياسية يعني هذا راح تكون هذا الموضوع راح تكون مفتاح علم للتحليل المتجهات كميات كميات شنو قياسية و شنو كميات متجهة أريد اليوم نعرف بالتفصيل شنو معنى ذني شغلتيا خلني نجي بالبداية نعرف الكميات القياسية هي الكميات التي يتم من خلالها ذكر أو وصف وحدة المقدار و وحدة القياس المقدار و وحدة شنو القياس مثل هواي أمثلة على الكميات المقدارية يسموها مقدارية مقدارية أو يسموها عددية يسموها مقدارية أو يسموها عددية هوي أمثلة مثلاً المسافة المسافة كمية مقدارية يعني من أقول لك قدر المسافة يعني ما تقول لي روح وتشوفها يعني ما تزني في اتجاه معين مو متجهة المسافة هي فتكمية مقدارية يعني أنت تقدرها المسافة يدي مثلاً الكتلة الكتلة كمية أيضاً شنو مقدارية أيضاً شرح تقول لي رح تقول لي الكتلة هلقت يعني مثلاً أقول لك شكت كتلة هذا الشي تقول لي كتلت هلقت يعني مثلاً أربعة كيلوغرام مثلاً مثلاً أربعة كيلوغرام زين قلت لاتجاه لا شا سوي بالاتجاه يعني يعني نقول لي يعني مثلاً فأنا يرى واحد يقول لك أنا وزني أو كتلتي على سبيل المثال الوزن مالتي خمسين كيلو ستين كيلو سبعين كيلو بكيف كم خلنا نقول سبعين كيلو سبعين كيلو إلى الأعلى يقول لي شبيك سبعين كيلو إلى الأسفل شلو السالسة لليمي ماكو ما تحدد اتجاه اللي ما ما تقدر تحدد اتجاه اللي ما بتجهب اتجاه معين هذا شي سمو كمية شلو مقدارية اللي هي نحدد من خلالها شغلتين اللي هي شلو شغلتين المقدار ووحدة القياس المقدار ووحدة القياس فقط نحدد يعني شلون يعني باعوا مثلا يساوي خمسة متر هذا شلو هذا المقدار على منوط الخمسة هو المقدار مقدار هشقيت خمسة شلو وحدة القياس متر مثلا او سانتي متر وحدة القياس الكتلة الكتلة يساوي مثلا عشرة كيلوغرام الكتلة شلو هذا المقدار وهذا شلو الوحدة القياس وحدة شنو القياس إذن نحدد فقط المقدار ووحدة القياس بس هاي كميات سموها مقدارية يعني مجاة تمشي تمام إذن الكميات اللي تمشي من هي الكميات المتجهة هي الكميات هي الكميات التي يتم من خلالها ذكر شنو ذكر بعض ثلاث شغلات المقدار نفي الذاقي بعد ووحدة القياس وحدة شنو القياس وبعد والاتجاه ها زيادنا هنا الاتجاه حيث يوضع سهم فوق المتجه شلون يعني مثل مثل القوة أقول لك تعال سلط قوة تقول لي وين أسلطها يعني مثلا وين أسلط القوة أسلطها مثلا للشرك لو أسلطها للغرب لو أسلطها للشمال لو أسلطها للجنوب يعني إش تحتاج أعطيك لاتجاه ما تسليط القوة فلذلك القوة شنو تكون كمية متجهة بعد مثل مثلا السرعة أقول لك أنت أتحرك بسرعة يقول لي وين أتحرك وين بسرعة تحرك أقول لك مثلا روح للشارع أو مثلا أصعد للسطح أو مثلا يعني روح يمنى يسرع أصعد أنزل تمام يعني شنو معناها لازم إش تحتاج إتا من أقول لك روح بسرعة إش تحتاج أطيك أنطيك وجهك أقول لك وين تروح بسرعة فأنت ما طولك راح تمشي تصعد تنزل تروح تجي ما طولك راح تمشي إذن هاي كمية تحتاج اتجاه تمام إتاك راح أسلط قوة وقل لي وين أسلط قوة مثلا تمام قل لي وين أسلط قوة أسلطها للشمال لو أسلطها المن للجنوب لو أسلطها للشرط لو أسلطها للغرب وين أسلط القوة فأنت هنا لازم تحتاج أطيك الاتجاه الكميات اللي اللي تحتاج اتجاه لازم شطيك اتجاه الكميات مثلا أقول لك كتلة ما يحتاج أقول لك لليمني شنو اللي يمنى مثلا أقول لك مسافة أقول لك هل قد المسافة ما يحتاج أقول لك روح التقيسة لا أنا دعطيك يلقين المسافة مقدار المسافة فهنا لدي الكميات المقدارية ما تحتاج أطيك اتجاه الكميات المتجهة لا يحتاج أطيك شنويان الاتجاه لذلك شنسوي شنسوي حصها فوق الكمية تمام فوق الكمية أو المتجه مثلا عشرة أو خمسطعش نيوتين مثلا هاي شنو أرقام من عدي هلولا شنو عدي هذي نذكر شنو المقدار هذا شنو المقدار ووحدة القياس ووحدة القياس وحدة القياس أوكي بعد والاتجاه والاتجاه هذا الاتجاه إذن نذكر المقدار ووحدة القياس والاتجاه نذكر شنو المقدار ووحدة القياس والاتجاه مثلا السرعة V يساوي 13 مثلا متر على سكند لازم نخلي في وقاء سهم ليش لأن السرعة كمية متجهة بلقول لك تحرك بسرعة تقول لي وين تحرك إذن كمية شنو متجهة بلقول لك مثلا نعرف الكميات القياسية والكميات المتجهة تطيني ذنني الحجة هذا أو بقول لك قارب بين الكميات القياسية والكميات المتجهة نفس الشيء هل تطيني تعريف بتعريف زي خلي جيسة على سؤال شي يقول هذا السؤال ما معنى ما معنى انه المتجهات متساوية شنو معنى منه المتجهات متساوية أو ما معنى منه المتجهان متساويان شنو معنى شنو معنى متساوية يعني باعه يعني أنا مثلا عندي متجه أين هذا متجه أين وهذا متجه بي ذول ش بيهم بنفس الطول يعني المقدار وبنفس الاتجاه يعني مو واحد رايح منها واحد رايح منها إذا قالوا بنفس المقدار والاتجاه معنى هاي يسموه متجهات متساوية لازم شي يقولون بنفس المقدار وبنفس الاتجاه أي يعني جواب أي يعني إنه المتجهان يمتلكان أو المتجهات كيفك إذا ثنين ثنين جمع جمع المتجهان يمتلكان نفس الاتجاه الاتجاه والمقدار يعني نفس الاتجاه ونفس شنو المقدار يعني اتجاه نفسه والمقدار نفسه إذا نفس الاتجاه والمقدار معنى المتجهات يسموها متساوية هذا السؤال الثاني شنو معنى معنى سالب المتجه شنو معنى سالب المتجه شنو معنى سالب المتجه يعني ما هو انت عندك متجه اي متجه شنو اي هذا متجه اي اكو متجه نفس المقدار بطولة بس اكسه عكس الاتجاه هذا خلو نسميه متجه بي او نسميه سالب اي هو طول اي هو طول اي هذا عشرة هم عشرة بس هذا موجب هذا شنو سالب ليش حطيت له سالب يعني اللي باتجاه متعاكس اذا هذولي هذا يسموه سالب المتجه يمتلك نفس المقدار ولكن عكس الاتجاه اي انه اي انه المتجهان يمتلكان نفس المقدار وعكس الاتجاه زيباً عدنا يعني فالسؤال يقول عبر عن الكميات بالكتاب موجود عبر عن الكميات المتجهة رياضياً وبيانياً حسنا ناخذ هذا السؤال يلا طلابنا نبلش بالسؤال عبر عن الكميات المتجهة رياضياً وبيانياً يعني لازم اعبر عن هاي الكميات راح ينطياني شا عبر عنها رياضياً وبيانياً خلني اجي واحدة وحدة يسا رياضياً رياضياً شلو نعبر عنها يعني هي شنية اولاً قوة مقدارها تلافة نيوتن زين شنو رمز القوة ألف متجهة جيد مقدارها تلافة نيوتن هادو هاي رياضياً بس بس زين جسم سرعته جيد مقدارها خمسة متر على سكند بنو هل ده نحش رياضياً بس نكتب الرمز نصير رياضياً شنو رمز السرعة ذي ذي لوسيتي ذي لوسيتي هالي سمو حرف نيو نيو تمام المهمة نصيح لفين احنا متواضعين غم نتكبر على العالم هل أنا شنو عنده سرعة جيد مقدارها متر على متر خمسة متر على سكند هادو رياضياً هادو تمام تمام ما عندنا شي لا ما عندنا شي حسنا نروح على اليمن على بيانياً بيانياً خل نيجي بيانياً 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 يلا طلاب شنو بيانياً؟ يعني لازم أرسم القوة على المحور الإحداثي انتو تعرفون ما عندنا ما تعرفون هاي شنو شمال وهذا شنو؟ جنوب وهذا شرق وهذا غرب شنو بيانياً شنو بيانياً زين الزاوية شنو نحسبها؟ من محور X إلى المتجه من محور X إلى المتجه باوع هذا من هو محور X من محور X إلى المتجه ماذا قد هاي الزاوية؟ هاي تقول لي 180 زيني ش بدريك؟ سهلة هي 90 زائد 90 180 هي الزاوية الهناج قد 180 إذن الزاوية أو الاتجاه يساوي 180 بعض طلاب الزاوية هو نفس الاتجاه يعني هو يسمي الزاوية تجاه تمام؟ هذا هو الاتجاه معناتنا شون أحسب الاتجاه؟ دائماً الاتجاه نحسبه من X للمتجه تمام؟ إذن هنا باتجاه الغرب باتجاه شنو؟ الغرب باتجاه الغرب إذن القوة راح تكون الغرب تمام؟ من X للمحور مالتنا للمتجه مالتنا نجعلها هنا نراد لك شوية تنتمي شوف هذا المستوى الإحداثي اللي وهذا الشمال وهذا جنوب وهذا شرق وهذا غرب شريد من عندك شوف هناك ما يقول لك؟ بزاوية يعني جسم سرعته يميل بزاوية 37 37 غرب الشمال سرعته غرب الشمال غرب الشمال كتبته غرب الشمال غرب الشمال الزاوية ثم الزاوية كيف اقدم الزاوية 37 كيف خليها هنا ثم لا هنا لا هنا وين الصاير الزاوية؟ ما هو اتخل الزاوية وين التعريف يعني شنو؟ وين قل التعريف صاير؟ الشمال هو نغطيهاك غرب الشمال وين قل التعريف صاير؟ وين الشمال إذن الزاوية تكون وين التعريف ويعمل تكون معه التعريف لماذا قلت لك اكتبها غرب الشمال على متعرف أبو الألف ألف لام رأيس أنا تخلي الزاوية يمة اللي هي 37 درجة زين قلت لي سألو رسمت بس بعد شنو عندي الاتجاه الاتجاه يعني شنو انتجاه يعني الزاوية حناش قلنا على الزاوية قلنا الزاوية هاي ميل يويل من محور اكس الى منو الى المتجه من محور اكس المتجه يعني ميل يويل يعني من دول هنا من محور اكس المتجه زين اشقد هاي الزاوية راح تقول لي شوف شوف بس ركز يمي كل الزين راح تقول لي أنا أعرف هاي اشقد بس هاي اقول لك هاي اشقد قل له هاي لاطياني 37 هاي اعرفها اشقد 37 37 زين بربك تعرف هاي 37 هاي ما تعرفها اشقد اشقد هاي ربع اول هاي زاوية قائمة هاي اشقد الزاوية تسعين اشقد هاي تسعين وهاي اشقد 37 يعني تسعين زال 37 مفتهمني باوة انت عندك زاوية انت عندك تريد تطلع الزاوية منها لهنانة هذا المتجه ماتك مثلا المتجه هاي سموه في مهم خلنا نقول ايه باوة عندك زاوية تريد تستغرجها منها لهنان راح تقولي احنا احنا نعرف احنا كل ربع نعرفه 90 اشقد نعرفه 90 اقول لك ايه تقولي اذا اذا تسوي فضل علينا وتطيل هاي الزاوية راح نعرف منها زاوية تقول لك تدلل الفضل لله هاي 37 اش اش راح تسوي راح تقول منها لهنان اشقد منها لهنان 90 زا 37 تسعين زا 37 مفتهمني باوة العيدة شوف مثلا على سبيل المثال نجيب الزاوية هنانا هاي الزاوية على سبيل المثال هاي الزاوية اللي هي خلنا نقول 30 هاي 30 زا 30 زين اتا لازمش قد تحسبها وياما ما تريدها الزاوية الاتجاه الاتجاه وياما ينحسب معه محور اكس من محور اكس للمتجه يعني مالي هون يعني منها لهنان اتا لازمش قد تسعين وهي شقد تسعين وهي شقد ثلاثين اذا شو تقول تسعين زاد تسعين زاد ثلاثين منال هنا مفتهمني نعيد باوة هنا عدك على سبيل المثال متجه شوية سعينها هنا عليك اراد لك تفتهم باوة تفتهمني كل الزين لان هنا رح اصير الصعبة شوية سعينها باوة اعطيك قالي هاي الزاوية ماذا قادة هذه الزاوية خلي نقول ثلاثين مثلا اتا شا تقولي اتا قل اني شا يزاوب هاي الزاوية اقول لك اتا قل اني شادري اتا قل اني اتا قل الحدال انا دزاوية من محور اكس للمتجة هاي زال هاي كلها اقول لك الله تعال خلناها سم هاي جقيت 90 وغاية جقيت 90 وغاية جقيت 90 وغاية دقول له هاي هاي هم 90 قلّة جقيت قلّة 30 يعني جقيت 60 فدقول 90 زائد 90 زائد 90 زائد 60 أو طريقة ثانية كلها جقيت 360 انوخر منها هاي الوخرى يعني نطرح 360 ناقص هذه الثلاثين تطلع الزاوية منه لهناله واضح؟ فهناله هاي الزاوية لازم تكون 100 ليومين من X الاتجاه شلون نطلع الاتجاه؟ من X للمتجه من نطلع الاتجاه؟ من محور X للمتجه من محور X للمتجه من محور X للمتجه تمام؟ لون نجمع لون اطرح حسب بعض حسب الزاوية وين صارت؟ فأنا لازم شوية شغل دماغي يعني ما أحفظ ما أظل أحفظ أنا أقدر أنت كسب ملاحظة خليك تحفظها أقول إذا كانت الزاوية من ضمن هذا الاتجاه اللي جرأيناه منها بالمحور X لأنه من ضمنه تنجمع يعني نجمع قل 90 زائد 90 زائد 30 إذا كانت لا وليس من ضمنه ما نقول 90 زائد 90 زائد 90 زائد 90 زائد 90 ألا 30 يعني أنت رحل تمام؟ يعني 60 فأنت ستحفظ أو يقول 360 ناقص 30 فأنت بهالحالة ما سيحدث عندك؟ سيصبح عندك حفظ ما ستفتهم فأنا ما لديك؟ تفتهم؟ احسن، احسن، وهذه تسعين وهذه تسعين وهذه تسعين وهذه تسعين وهذه كلها تسعين واخرنا 30 من عندها ستين هذا الاتجاه باتك طبع؟ فهنا لدينا الشغلة على قل ما تحفظها ولا هيها موجودة عندك بالمنهج ولكن كل شيء يحدث بالمنهج سخافي يجب إليك متعرف شوء تعامل وياه مهم شلون اللي حسب نسأل الاتجاه قلنا الاتجاه من صاير من 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 للمتجاه زين هاي اجقد منها لهنا تسعين زين وهاي اجقد سبعة وثلاثين فشنقول تسعين زائد سبعة وثلاثين مية وسبعة وعشرين درجة هذا هو الاتجاه محاضرة الرابعة خلصت وتكون محاضرة هاي محاضرة اللي أخذناها محاضرة مهمة حتى بل إن شاء الله محاضرة قادمة موضوع تحليل المتجاهات